السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في القناة سر مبخنا مع نهاردة عمل لكم حاجة حلوة قوي هي صلاتة التاكو بما ان الجو حر يا جماعة اليومين دول جدا فقلت عمل حاجة خفيفة وسهلة كده وبرده يعني الناس اصلا مش قادرة تاكل اساسا في الجو اللي احنا فيه ده صلاتة التاكو دي بقى فيها كل يعني عناصر الجزائي من كاربوهيدرات لبروتين لفايتامنز كتير عشان مطولش عليكم اقول لكم مقديرة على طول معانا اه خاص ومعانا سويت كورنوس كباية ومعانا جبنا شادر وجبنا موزاريلا ومعانا جزر مبشور وصدور فراخ نشوية ومعانا كمان فاصلية حمرة ومعانا زاتون واسود ومعانا افو جادو ومعانا كمان بصل ومعانا دوريتوس عشان الحاجة دي الاطفال بيحبوها ومعانا كمان ممكن عيش تورتيلة بنقسمه زي كده ونقليه ونحطه يعني اللي حبيت كده انا عندي حزبان في البيت فحبيت عمل نص كده ونص كده هنبتدي بقى نعمل الطريقة بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ثم جيدو سنجد من اللي من اللي من اللي من اللي من اللي من اللي من القرآ ترجمة نانسي قنقر نlish bailout نعمل سوص الفرنسي ومعانا كمان زبادي ولمون وملح وفلفل ودعمنا بمرح وصول ثم السوص ال رجش لو مش Kunقرة نظر هنحط مايونيز على بودرة توم على بودرة بصل على زبادي على بقدونس مجفف ونحط عليهم كمان لموه دي سوس الرنش لو محدش عنده سوس الرنش متاح طب يانيال طب الدرسنج بتاع الفرنش الدرسنج عبارة عن ايه هنقول هنحط مايونيز على ككشف على سكر بودرة توم بودرة بصل ملح ملح خفيف قوي وخل بس ده الدرسنج ده اللي ما عندوش يا جماعة وطبعه الزبادي عندنا هنحط معلقتين زبادي تمام وكمان هنحط اللمون بتاعنا هنحط معلقة كمان من السوس الفرنسي وهنحط كمان معلقتين سوس رنش السوسات دي سهل اول تعمل وان شو الله هعمل لكم فيديوهات عن السوسات كلها بحيس اللي احمل الناس اللي يعني كده يعرفوا يعملوها في البيت يعني مش متاح عندهم او كده يقدر وهنقول المقدونس المجفف اللي مع مش هتلاقف ايه فعند اي عطار هيقول لكم انا عندي بزور البقدونس آآ البقدونس المجفف نجيبه ونحطه شوية في المايكرويف تمام وبعد ما نحطه في المايكرويف آآ نحط بقى التوبيل بتاعتنا ومش هتبقى الملح وهنقلب الملح طبعا حسب الرابطة احنا منحب الحاجة هنا بتطبع عندنا في البيت دلعة تمام آآ بقدونس المجفف هتحطوه شوية في المايكرويف هينشف وبعدين تبتدوا تطحنوا طب لو ما عنديش مايكرويف يا جماعة ممكن نحطه في الفرن مع كده نحطه في البلكونة شوية في الشمس زي اكيد اننا بنجفف اي حي وهوليكو هجيب لكم مرة بقى طريقة الطماطم المجففة هتعجبكو جدا جدا في الشتاء فهنكمل خلطة رسم بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه خلاص يا جماعة كده الصص بتاعنا خلاص هنبتدي بقى نوزعه على على الصلاطة بتاعتنا اهو الوصف كده وزعنا الصص بتاعنا الوصف بتاعتنا خلصت سهلة وسريعة وحلوة جدا بيحبوها الكبار والصغيرين هي سهلة تتاكل مكسيكية يارب الوصف تكون عجبتكو ويارب اتجربوها ولو جربتوها اكتبولي في الكومنت عجبتكو ولا لأ وما تنسوش لو عجبتكو الفيديو تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعالوا زر الجرس عشان يوصبكو كل جديد واشوفكم المرة جاة ان شاء الله بازن الله في وصفة اسهل واسهل من سر مطبخنا مع نهال وان شاء الله بازن الله هيكون في وصفات سهلة كتيرة جدا الفترة اللي جاية علشان الحر اللي احنا فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته